السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة النهاردة هنتكلم فيه عن اكبر كائن اتخلق على وجه الارض وهو الحوت الازرق الكائن البحر العملاق اللي بيعتبر اكبر كائن عاش على كوكب الارض من بداية الحياة لحد النهاردة وطول الحوت الازرق بيوصل ل30 متر هو وزنه بيوصل لحوالي 200 طن يعني قد 33 في المجتمعين يعني كائن اسطوري حرفيا تعالوا نحكي بالتفصيل عن حياته واهم التحديات اللي بتواجهه بتنسوش الاشتراك والشير وتعليقاتكم الجميلة والحوت الازرق هو بطل المحيطات بلا منازع قلبه الوحده قد عربية صغيرة ووزنه حوالي 200 كيلو جرام ولسانه بس وزنه 3 طن اما مولوده لما بيتولد بيبقى حوالي 8 متر ووزنه 3 طن يعني اكبر من في البالغ وهو لسه دي والغريب ان الكائن الضخم ده بيعيش على جائنات صغيرة جدا اسمها الكريل وهي قشريات صغيرة شرع الجنبري والحوت الازرق بيأكل كميات رهيبة من الكريل ده ممكن يوصل لأكله منها لأربعة طن يوميا وطريقة أكله عبقرية فبيبلع كميات كبيرة من الميا بالكريل وبعدين يصف الميا من فمه من خلال صفايح اسمها بالينات وبيفضل الكريل لجوه والحوت الازرق ملوش مكان محدد بيعيش فيه لانه موجود في كل المحيطات من المياه الكطبية في الشمال والجنوب لحد المناطق المدارية وهو بيحب المياه العميقة والمفتوحة بعيد عن الشواطئ والدوداء وعنده لغة خاصة به وبيطلع أصوات بتردد من خافت جدا بتوصل لألاف الكيلومترات تحت المياه والأصوات دي بتساعده يتواصل مع باقي الحيتان وخصوصا في موسم التزاوج ورغم دخامته لكنه مش بطيء زي ما الناس ممكن تتخيل وفي الحالات العادية سرعته حوالي 20 كم في الساعة لكن لو حس بأي خطر ممكن يسرع ويوصل لخمسين كم في الساعة وبيعيش حياة طويلة ممكن يوصل لتسعين سنة والأنزة بتخلف مرة كل سنتين أو تلاتة ومدة حملها حوالي 12 شهر والمولود بيشرب لابن الأم الغاني بالطاقة اللي بيخاليه يكبر بمعدل رهيب حوالي تسعين كيلو كرام في اليوم وفي القرن العشرين كان على وشك الانقراض بسبب الصيد الجائر وخصوصا لأنه كان بيستخدم في إنتاج الزيوت والدهون والحسن الحظي تم إصدار كوالين الحماية الدولية اللي ساعدت في إنقاذه لكنه ما زال مهدد بالانقراض وده بسبب حاجات كتير أهمها التغيير المناخ اللي بيدمر بيئته الطبيعية وبيأثر على طائجة الكريل اللي بيأكله وتلوث زي البلاستيك اللي بيملى المحيطات وكمان استضامه بالسفن بسبب صرعته البطيقة أحيانا وصعوبة تفايد السفن الكبيرة ليه والحيتان ومنها الحوت الأزرق ليها دور كبير في توازن المحيطات لما بتموت وتغرق لأعمق البحر فإنها بتساعد في تخزين الكربون في المية بدل ما يتساعد للغلاف الجوي ويزيد الاحتباس الحراري يعني وجود الحوت الأزرق بس مش جمال للطبيعة لكنه كمان بيحمي الكوكب ورغم دخامة وقوة الحوت الأزرق لكنه مهدد بخطر الانقراض بشكل كبير علشان كده بتسعى منظمات حماية البحار إنها تحافظ عليه بشكل كبير وخصوصا إنه كائن مسالم جدا وبيساعد في الحفاظ على التوازن البيئي والغذائي وبكده تبقى خلصت حلقة النهاردة ما تنسوش الاشتراك وشير وتعليقاتكم الجميلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته